قام وفد من هيئة الشرطة على رأسه السيد محمود توفيق وزير الداخلية بزيارة مقر الكاتدرائية بالعباسية وذلك لتقديم التهنئة لقداسة البابا تودرس الثاني وجميع المواطنين المسيحيين أعرب السيد محمود توفيق وزير الداخلية عن صادق تهنيه وكامل تهاني هيئة شرطة بمناسبة تعيد الميناد وقال إن تلك المناسبة نستلهم منها مشاعر السلام والمحبة وأشاد السيد محمود توفيق بالدور الوطني المشرف للكنيسة المصرية والذي ظل على مدار العصور مثلا يحتزى في إعلاء قيم التسامح والإخاء بين كافة أبناء الوطن وكانت دائما الكنيسة في مقدمة الصفوف للمحافظة على وحدة النسيج الوطني